حقيقة قبل ما سيب حضراتكم على منتخب مصر فيه نقطة مهمة جدا عايز اتكلم فيها الحقيقة فيه هجوم يعني هجوم انا شايفه جزء منه وقع شوية وجزء الحقيقة مبالغ فيه والهجوم على روي فيتوري الراجل على مستوى الاستاتيك على مستوى النتائج لعب عشر مباريات كسب تسعة وخسر واحدة فعلى مستوى الارقام انت بتتكلم انجاز كبير جدا عشر مباريات مخسرش غير مباراة واحدة امام المنتخب التونسي وكسب تسعة مباريات بعض الناس تقولك خلاص ما هو التسعة مباريات دي اللي كسبناهم الحقيقة الشكل ما كانش مناسب اوي لشكل مش مطمئن بتلاعب فرق كلها من المستوى الاقل شوية يمكن علن التصنيف يمكن الفرقة الوحيدة اللي لعبناها هي منتخب تونس في تصنيف اول زينا وبتالي خسرنا المباراة تلاتة واحد ويعني الناس قلقنا لحد كبير زي ما بقول لحضراتكم هي ما بتتأس كده يعني منتخب مصر الاداء غير مقنع خلينا نتكلم بكل امانة يعني اداء منتخب مصر حتى هنتكلم على مباراة زنبيا والفوز في الوقت الضايع في الديا 94 من المباراة بهدف حمد فتحي الحقيقة لكن الاداء لسه مش هو اداء منتخب مصر اللي نقدر نقول عليه انهم طميننا لحد كبير الرغم ان كل العناصر القوية موجودة موجود محمد صلاح وتريزيجي موجود مصطفى محمد النيني كان موجود عبد المنعم موجود كل الناس موجودة الحقيقة النجوم الكبار موجود والمنتخب المصري بكامل قويته الحقيقة منتخب مصر عليه علامات استفهام مش على مستوى الاداء بس لكم كمان على تسمحوا لي بس هي دقيقتين هتكلم فيه العلاقة ما بين المنتخب مصر وجماهير القرى المصرية الحقيقة يعني الفترات اللي فاتت واكيد حضراتكم تبعين وشايفين الاهتمام بمباراة منتخب مصر مش هو يعني تحس مش هو المطلوب يعني مباراة مصر هتلاعب بيتلاعب بزنبيا الناس كتير ما تفرجتش على المباراة او تفرجت على الشوت التاني او مش مهتمة الحقيقة الحالة دي الفترة اللي فاتت كانت حالة سلبية بجميع المقاييس والاتحاد المصري حس بدوته كان فيه زي فيديو تحفيز كده اصدره الاتحاد المصري مع روي فيتوريا ونجوم المنتخب ويلا نشجع مصر الحقيقة حاجة كويسة ان الاتحاد حاسس بده لكن الحاجة السلبية هو احنا ليه وصلنا لكده هرجع بالذاكرة الورا شوية يمكن كنت انا بلعب جيل 2006 2008 2010 وقد ايه كانت الناس يعني مباريات منتخب مصر ديت بتبقى بالنسبة لهم مناسبة والناس بتتجمع قبلها بيعزموا بعض هنتفرج على الماتش فين والناس قبلها بساعتين بتقعد مستنية المباراة بعد المباراة بيكون فيه نقاش فيه ايه اللي حصل منتخب مصر يعني فيه حالة من الإيجابية وحالة من التواصل الجيد جدا ما بين جماهير القرى المصرية ومنتخب مصر الحلقة دي للأسف وقعت الحلقة دي مش موجودة زي ما بقول لحضراتكم اهتمام بمباراة منتخب مصر ما بقاش هو على المستوى المطلوب على المستوى اكيد اللعيبة حاسة كده واكيد الاتحاد القرى حاسة كده عشان كده طلع الفيديو التحفيزي ده فإيه الأسباب لده يعني يعني حضراتكم بتتفرج كده ممكن تفكر هي أسبابه ايه هل الأسباب على المستوى الفني الأداء مش كويس وبالتالي الناس بدأت تبعد شوية هل السؤال خلاص الانتماءات بقت للأندية فقط مش للمتخب سؤال مطروح هل الدور اللي بيقوم به المدير الفني أو اللاعبين داخل الملعب ما قدرش يجذب الجماهير إنها تكون متابعة لأداء منتخب مصر الحقيقة تلات أسئلة الواحد مش عارف يمسك أني فيهم لكن أنا حقول وجهة نظري الشخصية شوية في الموضوع دوت هي العملية ما بين التلات أسئلة اللي أنا قلتهم دول ما فيش آه ما فيش لا يعني علاقة علاقة اللاعبين والمدير الفني في بس الروح القتالية وإن احنا نلعب باسم مصر والصورة دي توصل للجماهير خلي بالكو ده نمرة واحد يعني منتخب مصر المنتخبات عمتا ما بتتجمعش غير أربعة خمسة أيام فعملية إنك تحضر أفنيا شوية بتبقى عملية سريعة يعني يا دوبك فيه ناس جاي أستشفى يعمل شوية تاكتك صغير وبعدين بتنزل المباراة اللي ما شفتوش في منتخب مصر الفترات اللي فاتت الفايت سبيرت الروح القتالية الروح إن انت بتلعب باسم مصر إن الناس تحس في الملعب إنك بتموت نفسك عشان تكسب أو عشان تتعادل أو عشان حتى تأدي بشكل يليق بشعار منتخب مصر اللي على التشارت اللي انت لابسه الحقيقة الصورة دي مش واصلة صورة 11 مقاتل داخل الملعب أنا ما بتكلمش فني خالص يعني ما بتكلمش فنيا خالص الصورة اللي قدام حضراتكم كلهم نجوم كبار كلهم بداية من الشناو لغاية محمد صلاح زي تريزيجي يعني حدس ولا حرج لكل اللعيبة الموجودة مصطفى محمد مقصر الدنيا في فرنسا صلاح مقصر الدنيا في إنجلترا زيزو مقصر الدنيا في مصر عندنا عبد المنعم أحسن مدافع على مستوى مصر على مستوى أفريقيا محمد صلاح زي ما بقول لكم الأسبوع اللي فات واللي قبله مقصر الدنيا في إنجلترا بس هو السؤال ليه الأداء دوت مع منتخب مصر ليه أداء اللعيبة كده مع منتخب مصر مش هتكلم فنيا للرجل اللي قدام حضراتكم على المستوى الفني عامل العلامة تقريبا العلامة الكاملة فمش هتكلم عليه لكن التيمورك دوت الناس اللي شغالة في الملعب لازم تحسس الناس وتحسس الجماهير إن احنا يا جماعة بنموت نفسنا في الملعب وإن احنا عندنا منتخب مصر رقم واحد ويأتي بعده ما يأتي يعني يأتي بعده ما يأتي لازم يكون روحك القتلية عالية جدا لو بتأدي معنا ديك 100% مع المنتخب 150% لو عندك إصرار معنا ديك 90% مع المنتخب 120% لو عندك لو عندك كل الحوافز وكل الإرادة وكل شخصية اللعيب نفسه وشخصية منتخب مصر اختلفت شخصية منتخب مصر اختلفت لما برجع زي ما بقول لحضراتكم مش حرجع حضراتكم الجيل 90 وجيل 98 لا خلينا حتى في الأجيال 2010 2008 2006 تحس السورة مختلفة شوية ممكن تكون الأسماء الموجودة ما كانتش لعيبة محترفة في أندها كبيرة لكن إحساس الناس وهي قاعدة بتتفرج في المدرجات الناس بتموت نفسها في الملعب بتموت نفسها في الملعب بلغة الكورة بتموت نفسها في الملعب مش هتكلم فاني خالص لكن الإحساس والتواصل إن كل اللعيبة الموجودة في أرض الملعب تحس إنها بتحارب عشان اسم مصر للأسف على فترات ويعني ما بيظهرش كتير وتاني ولا بتكلم فني ولا تكتك ولا مين اللي بيروح ولا مين بيجيب جون ولا مين بيعمل أسست كل الحاجات ديت يعني صورة فنية كلنا هنستمتع بيها في وقت مرأوات لكن لكن شخصية المنتخب المصري للأسف هي ديت في اعتقاد الشخصي الحلقة المفؤودة ما بين التواصل الجماهير وحب الجماهير أكيد الحب موجود لكن تتابع منتخب مصر وتشوف منتخب مصر وتشوف مبارياته وبعد المتش الناس تتعلق بص ده كان المفروض يلعبها إزاي لا الجون ده خطأ من كذا لا ده كان مفروض الحوار دوت مش موجود يعني الحوار دوت والمناقشة مش موجودة استعداد قبل المباراة محدش بيتفرج محدش مهتم المتش بيتزاع اتنين تلاتة بيفرجوا اتنين حتى بيبص بيبص على الموبايل ما فيش التواصل والروح اللي كانت موجودة زمان دور على المدير الفني ده دور مهم جدا دور التحفيز ويحسس مع ان عيب نكون مدرب أجنبي يدي حوافز اللعيبة مصريين الحقيقة ودي هتيجي سؤال تاني هل المدرب المصري أفضل أو المدرب الأجنبي في الجزئية دي ما فيش شك المدرب المصري أفضل في الجزئية دي مليون في المية عملية التحفيز وعملية انك بتطير رغبات اللعبين لو اللعب عنده خمول شوية أو شايف نفسه حبيتين لا يا حبيبي انت بتلعب باسم منتخب مصر انت ما بتلعبش باسم أين كان اسم النادي إيه والله أفضل نادي في العالم لو ده يتحط على جنبه منتخب مصر واسم منتخب مصر يتحط في الأول تموت نفسك في الملعب ويكون عندك شخصية في الملعب وتعمل تاكلنج وتحاول تجيب جون وتعمل أسست وتقوم فرقتك لو الفرقة هادية شوية انت اللي بتزعف الفرقة لا ده احنا بنلعب باسم مصر ده منتخب مصر ده مش موجود للأسف ده مش موجود رغم وجود نجوم كبيرة جدا على مستوى العالمي لكن ده مش موجود ما فيش ما فيش ما فيش الحمية دي ما فيش التركيز مية في المية ان انا لازم اكسب الزنبه دي ادوس عليها اتنين ثلاثة اكسبها اتنين ثلاثة واطلع من المباراة حتى لو ما كسبتش يبقى فيه حمية شوية فيه روح شوية الاسبريت ده للأسف مش موجود على مستوى الادارة الفنية مش هتكلم لانه الراجل كذبان لكن علامات السفان موجودة شوية على عملية التحفيز وعملية تحضير للمباراة ان شاء الله اتمنى ده يتغير في مباراة يوم لتنين مباراة يوم لتنين مباراة ما بين قصين من عيار الثقيل بتلعب مع منتخب الجزائر منتخب الجزائر منتخب قوي جدا على مستوى على مستوى النجوم على اسم مستوى المباراة مصر والجزائر تفكرنا يعني مباراة وجوالات رائعة على مستوى البطولات الافريقية تأهلنا الكاس العالم تسعة وتمانين عندنا مباراة كثيرة جدا مع المنتخب الجزائري مباراة مباراة قوية ايه اله بيحدد مباراة جزائر مباراة قوية الروح قبل الفنيات من الأقوى ومن الأشرص ومن اللي عنده قوة وإرادة أنه يكسب المباراة ده بياخد 60-70% من المباراة بجانب النواحل الفنية فعايزين إن شاء الله يوم الاثنين الرسالة دي توصل للأسف مش بالفيديوهات هتقدر تجيب اللي يشجع مصر مش بالفيديوهات التحفيزية دا خطوة جيدة شوية يعني حاسس بالموضوع لكن ده مش هجيب الجماهير اللي هجيب الجماهير الأداء الرجولي داخل الملعب من كل اللعيبة الموجودة الإحساس إنك بتلعب بإسم واتشارة ممتخب مصر ده لازم يكون موجود من أول ديئة الآخر ديئة أيا كانت النتيجة أيا كانت النتيجة ممكن تعمل مباراة قوية جدا ولقدر الله ما فيش نتيجة يعني هيبقى مقبول لكن الحقيقة هنتابع مع حضراتكم الحالة ديت لأن الحالة الحقيقة حالة جديدة على الشارع المصري جديدة على الكرة المصرية إن الجماهير الجماهير اللي بتحب وعاشقها لمصر والكرة المصرية للأسف ما بتتبعش منتخبه جديدة على الكرة المصرية للأسف المصرية للأسف